اشتركوا في القناة يقال إنها مدججة بالسلاح النووي حتى الأظافر والتي يتخذ القرار فيها بمزاج مجموعة من الجنرالات الذين ربما يرون حرق العالم كله كي يحافظوا على مقاعدهم وعلى كبرياء زعيمهم الشاب هل طرحتم على أنفسكم هذا السؤال؟ حرب نووية حتى ولو كانت محدودة ما الذي يمكن أن تسببه للبيئة؟ أنا شخصيا أظن أن هذا السؤال ربما يكون سؤالا قاسيا لأن ضربة نووية متبادلة محدودة النطاق بين كوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة الأمريكية ستوقع مليونين من القتلى فورا في اللحظة الأولى ضربة نووية كوريا الشمالية تعقبها ضربة انتقامية من أمريكا هي موت 2 مليون على طول لكن لو اتسع نطاق حرب نووية ودخلت فيها مثلا الصين وروسيا يبقى على الدنيا السلام أقل التقديرات تتحدث عن خمسين مليونا في أسبوع خمسون مليونا من البني أدمين هيروح ضحية قرار يتخذ كيم جونج أون في أسبوع واحد ربنا يكفينا الشر ولهذا فإن طرح سؤال الضرر البيئي يبدو أمرا يخلو من الإنسانية لكنني مضطر لطرحه على الأقل كي تتضح الصورة أمامكم إن حربا نووية محدودة النطاق بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية ستسفر عن تدمير هائل للبيئة في مساحة تساوي مساحة مصر مساحة كبيرة موزعة جزء منها في الأهداف التي ستضربها كوريا الشمالية يعني يمكن في أماكن على الساحل الأمريكي أو في كوريا الجنوبية وطبعا الجزء الأساسي الرئيسي سيكون في كوريا الشمالية نفسها تلك التي ستدمرها أمريكا بلا رحمة في أي ضربة نووية انتقامية الإشعاع الناتج عن الضربات النووية المتبادلة سيجعل هذه الأماكن غير قابلة للسكنة لمدة ربع قرن وحتى يزول تأثيره تماما سيحتاج إلى قرن كامل الحياة الطبيعية في هذه الأماكن ستتلاشى تماما لعدة عقود والتركيب الجيني سواء للنباتات أو الحيوانات أو حتى للبني أدمين سيصيبها ضرر فادح وقد يؤدي هذا إلى مواليد بطفرات أو تشوهات نسبة السرطان لدى سكان المنطقة التي ستضرب وبالقطع كوريا الشمالية ستتضاعف عشرين ضعفا إن الضرر البيئي حتى لضربتين نوويتين متبادلتين فقط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية أسوأ في تأثيره من كل ما حدث في سنوات الحرب العالمية الثانية ربنا يكفينا الشر إلى الأخبار الخضراء أعلنت شركة LG Electronics عن نيل أكثر من خمسين طرازا من أجهزة التلفاز الخاصة بها تصنيف الأجهزة الإلكترونية الصديقة للبيئة وفقا لأداة التقييم البيئي إي بيت ووفقا لفئة التصنيف الجديدة فقد تم منح الاعتماد الذهبي لشركة LG Electronics عن أجهزة تلفزيوناتها المسطحة وعن أجهزة تلفزيوناتها الذكية المتصلة بشبكة الإنترنت وبالإضافة لأجهزة تلفزيوناتها ثلاثية الأبعاد واعتمادها كأجهزة صديقة للبيئة وقد استطاعت أجهزة تلفاز LG Electronics والتي بلغ عددها 53 تلفازا استحقاق الاعتماد نظرا لموائمتها لمجموعة كبيرة من معايير الأداء البيئي ضمن التقييم والتصنيف التي وصلت بدورها إلى 48 معيارا أطلقت شركة باناسونيك مشروع المائة ألف مصباح شمسي يقضي بالتبرع بما مجموعه مائة ألف مصباح إلى مناطق العالم المحرومة من الكهرباء وذلك بحلول العام 2018 وفي المرحلة الأولى تبرعت الشركة بثلاثة ألف مصباح مدمج يعمل على الطاقة الشمسية لمنظمات غير حكومية تساعد على إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية في ميانمار في فبراير عام 2013 وتبرعت باناسونيك في مارس الماضي بخمسة ألف مصباح مدمج يعمل على الطاقة الشمسية لمنظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية في الهند كما تخطط الشركة للتبرع بألفين مصباح مدمج يعمل على الطاقة الشمسية للاجئين في كينيا البحر الأحمر بحيرة عربية يعني نمتلكه نحن العربة امتلاكا شبه كامل الكيان الصهيوني عنده حتة كده والإريتريا عندها حتة لكن الباقي كله عربي صرف ولهذا أغضب جدا حينما يساء إلى البحر الأحمر حينما يبدو البحر الأحمر وهو بحياته البحرية الثرية وبالشعاب المرجانية الرائعة شعاب مرجانية يأتي إليها الناس لمشاهدتها وممارسة رياضة الغطس إلى جوارها من أبعد بقاع الدنيا أغضب وأحزن جدا حينما يبدو هذا البحر كأنه بلا صاحب وكأنه متاح لكل مأفون كي يفسده وكي يسيئ إليه وكي يأخذ من شعابه المرجانية وكي يقتل الحياة فيه يبدو أن هذا في طور التغير اجتماع وزاري للدورة الخامسة عشرة لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن اجتماع فيه بداية تذكير العالم بأن هذا البحر له أصحاب مستعدون للدفاع استعرض الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة عشر لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بعض الاتفاقيات الإقليمية ومن أبرزها مذكرة التفاهم الإقليمية حول رقابة وتفتيش السفن في موانئ دول البحر الأحمر والتي تشمل مسؤولية السلطات البحرية في تعزيز المعاينات وعمليات التفتيش للتأكد من حالة السفينة ومعداتها ورصد ما تحمله من بضائع خطرة أو مواد ملوثة للبيئة تفقت جميع الدول المشاركة في هذا الاجتماع على أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات والتي تعنى بمنع السفن التي ممكن أن تسبب هذه المخالفة وفي الأردن تم تطبيق هذه الاتفاقيات لأنه تم صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ومن يتابع هذا الموضوع في الأردن هي السلطة البحرية في منطقة العقبة وتهذف خطة عمل الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن إلى تقييم حالة البيئة بما في ذلك أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالجودة البيئية واحتياجات الإقليم وذلك لمساعدة الحكومات على مواجهة المشكلات البيئية بطريقة سليمة خصوصا تلك المشكلات المتعلقة بالبيئة البحرية تمنت الهيئة عددا من الآليات والإجراءات منها إعداد مذكرة التفاهم حول رقابة دولة الميناء يتم بموجبها تبادل نتائج التفتيش على السفن ومذكرة إقليمية حول إدارة المصائد يتم بموجبها تطبيق مبادئ الصيد الرشيد ومكافحة الصيد غير القانون وتقود مبادرة إقليمية لتقدير أحمال التلوث التي يتم تصريفها في البيئة البحرية بهدف الحد التدريجي لها وإيقافها وسوف تعمل الهيئة بمشيئة الله على الاستمرار في تعزيز مكانتها بين الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وكسب المزيد من الثقة من خلال الأداء الجيد المبنية على المصداقية والشفافية وقد أوصل مجتمعون بتعزيز التنصيق الإقليمي بين الأجهزة المعنية بالشؤون البحرية في دول الهيئة بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطبيق نهج رقابة دولة الميناء على السفن للتأكد من التزامها بمعايير الاتفاقيات الدولية والذي بدوره سيقلل من مخاطر التلوث الناجمة عن حوادث السفن أو تسرب الملوثات والمخلفات البترولية إلى مياه البحر الأحمر الحكومة المصرية يا إخوان تتعامل مع أزمة الطاقة في مصر وتلك الأزمة التي تبعتها بالضرورة أزمة كهرباء تتعامل معها تعاملا غريبا جدا بدلا من أن تلجأ إلى موارد طاقة جديدة إلى الطاقة الجديدة والمتجددة طاقة الرياح وطاقة الشمس إلى آخر ذلك بدلا من أن تنشئ مثلا المفاعل النووي السلمي المصري الأول أن تسارع في إنشائه وأن تحل المشاكل المتعلقة به بدلا من ذلك فإنها قررت أن ترسي سياسة التقنين يعني مش كل بيت مصري يحظى بنعمة الكهرباء 24 ساعة في اليوم حرام بلاش طمع 18 ساعة كفاية بقيت الوقت نقطع الكهرباء عن هذا الحي كي نمد بها هذا الحي والله الواحد قلبه يكاد يتمزق بدلا من أن تنظر الحكومة فيما هو متوفر بين أيديها من حلول لتوفير الكهرباء في مصر فإنها تقنن استهلاك الكهرباء تقطع الكهرباء عن أحياء القاهرة في مواعيد بعينها إن لم تشجع الحكومة المصرية لاستثمارات وخصوصا استثمارات القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فإن التقنين سيزداد تغوله في مصر لتصبح مصر منورة ساعتين كل ليلة والباقي تقنين سعيا لإيجاد بدائل جديدة للطاقة لحل أزمات نقص الوقود المتكررة التي تمر بها مصر منذ دلاع الثورة المصرية والاستفادة من الشركة المصرية الأوروبية شهدت القاهرة الإعلان عن خطة الشرق الأوسط للطاقة والتي تهدف لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الكهرباء بصفة عامة والطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة بصفة خاصة من أجل تنمية هذا القطاع المهم في ظل امتلاك مصر لمقاومات إنتاج الطاقة من الشمس والرياح وارتفاع أسعار الطاقة التقليدية المستقبل الجاي هو في تصدير الطاقة تصدير الصح الذي يعادل تصدير البترول هو الطاقة وعند له هذه المقاومات أعتقد أن النهاردة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال اللقاءات الكثيرة التي تمت وبالتتم زي اللقاء النهاردة لا بد أن نركز في الفترة القهية للاستثمار في إنتاج الطاقة من الرياح والشمس ويسعى مجتمع العمال في مصر لاستفادة من مشريع الاتحاد الأوروبي الثنائية والإقليمية في قطاع الكهرباء والطاقة وآليات التمويل المتاحة بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من تلك البرامج إلى جانب المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة الشرق الأوسط والتي تتجاوز 22 مليار يورو إن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما كبيرا لمشروعات الطاقة المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وعلى استعداد لتقديم دعم مالي كبير على شكل منح وكروض لمساندة هذا القطاع نريد أن نقدم المزيد وذلك لأننا نؤمن بأهمية الاستثمار في هذا القطاع وبخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقة الشرق الأوسط ويطالب القطاع الخاص المصري وتطوير المنظومة التشريعية وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة من أجل دافع القطاع الخاص المصير لإستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة عجز الطاقة التي تعاني منه مصر خلال هذه المرحلة أصبح يحتم الاتجاه نحو استراتيجية جديدة للطاقة تعتمد على تشجيع القطاع الخاص على استثمار في هذا القطاع والاستفادة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الحيوي عبد الرحمن البسوليسي بسي عربية القاهرة فاصل قصير بعده مشاهدي الكرام سأوجه عزاء قلبيا خالصا لإخوتنا وجيراننا في إيران بعد حادثة الزلزال الذي أودى بحياة العشرات والذي شعرنا به نحن هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لكنني وبعد أن أقوم بواجب التعزية سأنبه أهل العرب بأن اخضرار القلوب أهم ألف مرة من اخضرار البيئة آو الله اخضرار القلوب اشتركوا في القناة